السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة بيدين فاميلي اليوم ان شاء الله نشترك معكم خبز بالخميرة البلدية وبالبطاطيس من ان شاء الله يجبكم تفضلوا معي بيج تفوت تفاصيل الوصفة بسم الله على بركة الله لتحضير العجين هنحتاج هنا التقيق القمح الكامل بالنخالة دياله وغدا نخلط معاه التقيق الفارينة اللي مغربل التقيق ديال القمح ديال المغريب قرب يتقادل يبقى ليه غيش شوية اهنا عندي الخميرة البلدية بالنسبة الاخوات اللي كي سولوني على اه التعامل ديالي مع الخميرة البلدية في الصيف فاللا لاحطور اني بدلت القرعة يعني وليت عندي قرعة صغيرة يعني زو ولديك القرعة الكبيرة لانك نحتاج غي كمية صغيرة كيف كتشوفو يعني كن نستعمل خميرة قليلة على على العادة وكنخلي اه واحد شوية كنعود نزيد عليها الدقيق صافي وكنخلي هنا غدا نخلي عيش شوية لانني عارفة بانني من بعد غدا نستعملها في مملحات صافي كنخلي غيش شوية وكنفق نزيد عليها يعني واحد الكيمية كبيرة ديال ديال يعني لكنتو بغين تعجنو الخبز من بعد ممكن زيدوا واحد الكيمية كبيرة ديال ديال دقيق راها كتطلع دبا مع الحال سخون طغية كتوجد يعني الخميرة وممكن توضعوها في تلاجة يلا بغيتو حتى الوقيتها اللي كتبغو تستعملوها كتجبدوها واحد ساعتين قبل وكتتحاولو زيدوا لها دقيق شوية ديال الماء وتخليوها حتى كتطلع وعد كتستعملوها باش تخمر لكم بزاف مزيان اما يلا جبتوها من تلاجة وخدم اعجنتوا بها مباشرة فكتعطل شوية في في الخميرة يعني ما كتخمرش الخبز بسرعة ميدا برا اه يعني لا اه مهم انا هاد شي اللي كندير انا كنخلي غيش شوية ديال الخميرة كنزيد لي شوية ديال الدقيق القمح الكامل هنا كيف كتشوفو را هنا يا غنستعمل في هاد العجين هادي ثلاثة ديال الحبات ديال البطاطس كيعطيوها خفة اكتر يعني هاد العجين هادي ممكن تستعملوه البيتزا ممكن تستعملوه البطبوط ممكن تستعملوه لاي حاجة يعني عديد الاستعمال كيف قلت لكم بالنسبة الخميرة يعني في الصيف التعامل ديالنا معها كيكون يعني كتكون هي اسهل من من الايامة البرد يعني را كتكون دائما واجدة را كتخليها يعني كيولي الاستعمال ديالها ربح لبحل الخميرة العادية يعني كتخمر لينا بوحد سرعة مكن يعني مكي ياخدش بزاف ديال وقت آآ الخبز ديالنا باش باش يخمر طفي خاصة دبا جاي رمضان را ممكن يعني تستعملوها في الفاطائر ديالكم كاملين هنا كيف شوف طور اني جمعت العجينة من بعد غنزيد لها زيت الزيتون وغنضلكها مزيان يعني فيت مني تشاركت معكم مرات عديدة طريقة ديال الدلك طفي هنا ها هي دلكتها وجمعتها هنا وضعتها في هاد يعني في هاد البواطة هادي باش تخمر لي بسرعة وفعلاني تخمرت لي يعني بوحد السرعة كان هاد النهار هادا كان الجو سخون بزاف آآ يعني فاتت الخميرة ها انتو ما كيش فتور اني خلي ارا يعني دفعت هديك الغطع ديالها وخرجت من جناب يعني خمرات مزيان هاد العجينة هادي كتجيزوينة بسف سف سف رائعة وكتجي رطي طبعا واي حاجة حطرناها بها كتجيزوينة يعني ممكن نحضروا بها حتى الخبز الطوست يعني ذك ذك البطاطة بحلي اه كتغون بلاسيزو دفدار هانتو ما كيف ما كتشوفو معيها هي انها كان عاود نخدمها يعني من مورة يعني حتى كتخمر كان عاود نضربة واحد شوية باليد بغيب حال هكتا باليد عاد غنبدا نستعملها باش كي جينا ذك الخبز يعني آآ مفش فش كيف ما كان كولو آآ صافي هنا غدا نقطع هاد العجينة هادي بما انها كتيرة غدا نقطعها لقطع يعني غنستعمل النص غدا نستعمل بي خبزة آآ كبيرة اللي غدا نزينها بالخضر والنصف الآخر غنستعمل بواحد الخبزة غنحضروها ان شاء الله بالقرقاء ولي ما تبقى غدا نخليه باش نحضر به ان شاء الله بطبط معمر يعني ذك شي باش عجنت آآ يعني كمية كبيرة هاد المرة يعني هاد العجينة ممكن تنضو الصباح يعني تعجنو هاد العجينة هادي وتحضرو بها الفطائر تيالكم كلها يعني ممكن يجي بها حتى ذاك المخمار ذاك المسمن المخمر او المخمار صافي هنا سرحت العجينة هنا هاد الخبزة هادي غنديرها شوية غليضة لانه غن نزينها بالخضر اللي عندي احنا عندي المصلة الخبطرية خلطتها مع الآزير وغدا نسرحها وازدت لها واحد شوية هي دي الملح صافي وكان يعني ممكن هادي انعجنوها فات الخبزة هادي لابغيتوا تدخلوها حتى في الخبزة لداخل باش كتجي منستمحتها من لداخل هاني شي مرات كندير حتى هاكده وقدابها هنا هاد ارتغي من لفوق هادي كجي المضاق دي الهازوين بزاف ولا بغيتوا تديروها رقيقة هادي غن ديرها شوية غليضة صافي كنحاول كناخد شوية دي الزيت الزيتون هي باش قرست انتيت ما قلتها شليكم هي باش سرحت هاد الخبزة هادي هنا غنستعمل هاديك مطيشة اه مجففة اللي كنت شاركت معكم يعني طماطس صغيز مجففة باقي عندي باقي كن كل مرة كنت تعمل شوية وهاد الايام را يعني هاد تماطم صغيرة هادي خاصة هاديك الصغيز اللي كتكون طويلة يعني دي كتكون مطيشة صغيرة وكتكون طويلة كتكون حلوة وزوينة بزاف موجودة هاد الايام وتمن ديالها ارخيص صافي هنا كيف شفتو مهم ديال الخضر اللي عندي ممكن تستعمل الخضر اللي بغيتو حتى القرعام شوية غيكت شويوها واحد شوية باش ما تطلقش لكم لما في الخبز صافي هنا كيف شفتو يعني استعملت الففلة مشوية في الفلخضراء في الفلحمراء في الفلسفراء او بورتقال اللون ديالها بورتقالي هادي او الى ممكن اللي بغيتو تستعملوا هاد العجين اه كتجي رائع احتفل البيتزا هي كترقوا واحد شوية اه الخبز باش ما يجيش خبز يعني كترقوا واحد شوية كتدهنوا لي ضروري وحت الصلصة اللي كتكون غنية يعني درو لها شوية ديال التوابل شوية ديال الزعتار شوية ديال باش تجيب نينا ومن بعد قدروا تهرسوا اما البيض فق منها تقدروا تديروا الجبن اللي كنك يعجبكم الجبن موزاري اللي لك انتو كنت تحضروها في البيت او ممكن يعني للقيتوها يعني حلال ممكن تستعملوها صافي هنا كيف شفتو يعني استفت جميع الخضر وغدا نزيد ليها هنا شوية ديال الآذير وغندخلها نخليها تخمر واحد شوية عاد غندخلها ان شاء الله الفرن طيب اه حتى تتحمر ونخرجها. هنا اه واحد خبيزة غدا خبيزة ديال القرقاع اللي كنحمق عليها هديك الجلدي ده بزف اه كنصرح هنا العجينة ديالي هنا غندخلها شوية ارقيقة هادي ما ديش تكون اغليضة اه وهادي اه واحد لاستوس يعني باش هدك القرقاع ماي اه مايتحرقش ليكم اه كنا نبقاو رشوها مرة مرة بالماء يعني كندخلوها طيب فيما كتنشف كنا نعودو رشوها بالماء باش هدك القرقاع ما كي اه ما كيتحمرش لنا يعني كيتحمر ولكن ما كيتحرقش يعني هنا كندخلوها الطيب ومرة مرة كنا اخدو واحدة رشاشة وكنا ندخلو فيها كنا نكبو فيها شوية ديال ما وكنت قا نرشو كل مرة يعني احتكت طيب لينا وإلا كيتحرق لكم هدك القرقاع تقدرو دخلو في العجين الداخل يعني تاخدو الخبيزة ديالكم ودخلو القرقاع الداخل وعد كرسو الخبيزة يلا بغيدو اولا كتاخدو واحد الوراق وكتغطيوه وتخليو احتكت طيب من فوق هاد لستوس هدي ديال المارة يعني غي ترشوها بالمارة ان شاء الله القرقاع ما كيتحرقش وكيبقى الماطق دياله الديد هنا ضروري بنزيد لها شوية ديال الزبدة باش غدا تجي رطيطبا لان هاد الخبيزة هدي باش تجي رطيطبا بهاد الزبدة هدي باش غدا تجي رطيطبا ان شاء الله وجه تفع لنا رطيطبا وجه تلديدة بزف يعني ممكن تحضرهم كخبيزات صغيرين بحاد القرقاع هادو كيجي خبيزات راقيين وولدادين صافي بالنسبة لدرجة ديال الحرارة ديال الفرن راس بحاد معروفة دبا يعني دائما الخبز اللي بغينا هي تحمى ويجينا مزيان كنا نرفعوا درجة الحرارة مزيان حتى هو نفس الشي يعني كنا نرفعوا درجة الحرارة مزيان حتى كيتحمر آآ وإلى كانت الخبزة غليضة كيف كتشوفون يعني دبا كنا رش عليها بالماء هدا هو الرشاش باش هنقررش عليها غرش عليها في اللول وغرش عليها من بعد إن شاء الله ففي كيف قلت لكم يعني درجة الحرارة دائما إلا كان الخبز غليض بزف آآ لكن اغنستعملوا يعني الخبز غليض بزف كان نرفعوا درجة الحرارة آآ في اللول يعني حتى كتوصل ميتين وو وميتين وخمسين ومبعد كنعودو حتى كيتحمر لنا الخبز ويطيب وكنعودو نزلو درجة الحرارة باش كنخليو هي طب مزيان من الداخل أما هادو آآ سافي غدا رفعت درجة الحرارة غير مرة واحدة يعني ميتين واربعين حتى كيتحمروا وصافي وغدا نخرجهم هنا صافيها هي الخبزة ديالي وجدات قطعتها وثقيتها بزيت الزيتون كتجي خبزة شهوة منها الديدة بزف يعني كل قطعة كتكون من اسمه بالخضار وبالأزير والخبزة ديال القرقاح تهيجة الديدة بزف تمنى ان شاء الله تجربوها اطردوا علي الخبار وإلى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع سلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة